لاستقبال كابتن خطيب أو حرص الكابتن محمود الخطيب على أن يكون متواجداً على رأس وفد لاستقبال بعثة نادي التراجي التونسي الحقيقة حاجة محترمة جداً 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 كابتن خطيب بيضرب أو نادي الأهلي بيضرب مثل للجميع أن العلاقات أكبر من مباراة مهما كانت نتيجة المباراة الأولى ومهما كانت نتيجة المباراة الثانية تظل العلاقات الأخوية القريبة جداً والعلاقات الرائعة الموجودة ما بين الناديين الكابرين سواء نادي الأهلي أو نادي التراجي موجودة وستظل دائماً بهذه القوة مهما كانت نتيجة المباراتين عشان كده كابتن خطيب كان حريص على التواجد على رأس الوفد اللي حيستقبل إن شاء الله بعثة نادي الترجي التونسي زي ما كان أيضا رئيس نادي الترجي الأستاذ حمدي المؤدب اللي كان أيضا متواجد وكان حريص على استقبال بعثة النادي الأهلي وعلى رأسها وساعتها كان أيضا الكابتن محمود الخطيب رئيسا لبعثة النادي الأهلي في تونس واستقبله رئيس نادي الترجي زي ما حضراتكم شايفين استقبال رائع واستقبال جميل كل الصحف وكل الناس اتكلمت وكل الاهلوية وكل جماهير النادي الاهلي اتكلمت على هذا الاستقبال الرائع من رئيس النادي الترجي لرئيس النادي الاهلي وبالتالي كابت خطيب على رأس وفد ينتظر ان شاء الله يوم الاربع القادم وصول نادي الترجي التونسي الى القاهرة واستقبالهم ان شاء الله استقبال يليق بعلاقة الاخوة والمحبة ما بين الناديين الكبيرين النادي الاهلي ونادي الترجي وزي ما قلت لحضراتكم مهما كانت انتجة المباريات هي امور رياضية او كرة قدم هذه الامور عندما تنتهي تظل دائما العلاقات موجودة مهما كانت الامور